كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المصانع شملت مصنع شركة ناوف الألمانية للأرواح الجبسية والشركة المصرية الألمانية لمضخات روبين هامبين مصر وأكد مصنع يونيفورسل للأثافة وخلال الجولة أكد مدبولي اهتمامه بتفقد المصانع بصورة منتظمة في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع لزيادة حجم صادراته مشددا على توفير أي نوع من الدعم للمصانع من أجل دعم الاستثمارات والنهوض بالصناعة في المجالات المهمة وزيادة نسبة المكون المحلية